اشتركوا في القناة للاسئلة وبعدين قارن حلك بحل اللي موجود امامك طيب نبدأ باول سؤال السؤال الاول بيحكي عن مدفأة كهربائية تتكون من ثلاث مقاومات متماثلة كلمة ثلاث مقاومات متماثلة يعني R1 تساوي R2 تساوي R3 وبدي اسميها انا R مثلا طيب موصولة على التوازي برضو هاي لها معنى مدام موصولة على التوازي اذا جهدها متساوي هاي اول شغلة ويساوي الجهد الكل هاي رقم واحد اثنين طبعا التيار بتجزأ بس كونها متماثلة رح نقدر نستنتج انه التيار رح يتوزع عليهم بالتساوي طيب مكتوب عليها ميتين وعشرين بولت وثلاثة وستة بالعشرة كيلواط هاي قيم الجهد وهاي قيمة القدرة لكن هاذ الجهد والقدرة للمقاومة الوحدة ولا للمدفأة كاملة نرجع ونقرأ مرة ثانية مدفأة كهربائية تتكون من كده مكتوب عليها اذا هاي قيم المدفأة كاملة هيك سؤال ميز انك انت بتشتغل على المدفأة كاملة ولا على احد المقاومة طيب اول اشي ماذا تعني هذه القيم حكينا اول اشي القدرة لما تقول ثلاثة وستة كيلواط يعني ثلاثة الاف وستمائة واط هذا الكلام معناه ان المدفأة تستهلك طاقة كهربائية مقدارها ثلاثة الاف وستمائة جول لاني بحكي عن طاقة في كل ثانية تشغيل وذلك وذلك نمحي هاي عند توصيلها بفرق جهد مقداره ميتين وعشرين بولت لانه اذا غيرت الجهد القدرة شمالها تتغير طيب ما اثر احتراق احد المقاومات على عمل المدفأ نيجي منقول نجاوب اللون الثاني وعند احتراق احد المقاومات لا يؤثر على عمل باقي المقاومات ليش لانهم موصولات على التوازي فحتى لو احترقت احد المقاومات ما بيأثر على عمل المقاومات الاخرى طيب نيجي على الفرع الثاني بده احسب القدرة المستهلكة في احد المقاومات لان كون هالمقاومات متماثلة اذا هاي القدرة للثلاث مقاومات فبقدر اقول القدرة المستهلكة في احد المقاومات هي عبارة عن القدرة للمدفأ مقسومة على قديش على ثلاث قولي ليش قسمتها على ثلاث لانه هاي القدرة في الصوبة كاملة في المدفأ وبالتالي هي هاي القدرة للثلاث مقاومات مع بعض طب اذا المقاومات متماثلة اذا كل وحدة تستهلك ثلث هاي القيمة وبالتالي بتطلع معاي ثلاث وستمائة واط على ثلاث بتطلع معاك الف وميتين واط الف وميتين واط طيب نيجي على السؤال اللي بعده بيقول لك احسب مقدار التيار مقدار كل مقاومة ومقدار التيار المار في كل منها ما في مشكلة مش انا عندي القدرة للمقاومة لا احد المقاومات طلعت الف وميتين واط هيب ماشي ولا تنسى انهم مقاومات موصولة على التوازي وبالتالي جهد كل مقاومة ميتين وعشرين فولت اللي هو الجهد الكلي وبالتالي بقدر احسب المقاومة من قانون القدرة تساوي في تربيع على ر بخلي ر موضع القانون بتصير في تربيع على القدرة وبالتالي المقاومة شو تساوي لفي تربيع اللي هي ميتين وعشرين ضرب ميتين وعشرين على القدرة اللي هي الف وميتين الصفر هاض ما هاض وهاض ما هاض عثنين فيها داعش عثنين فيها ستة عثنين فيها داعش عثنين فيها ثلاث تطلع ر تساوي 121 عثلاثة اوم طبعا هاي نفسها ر one نفسها ر two نفسها ر three لاحظ انا هون حسبت احد المقاومات لاني عوضت الجهد لاحد المقاومات وعوضت القدرة لاحد المقاومات بتقدر انت تحسب المقاومة الكلية بشرط انك انت هون اتعوض الجهد الكلية والقدرة الكلية وبعدها بتقسم المقاومة من المقاومة الكلية بتقدر اطلع كل مقاومة طيب بدي احسب التيار باجي بقول مش التيار لاحد المقاومات مش يساوي الجهد لاحد المقاومات على قيمة واحدة منهم ويساوي لي قديش الجهد لاحد المقاومات 220 قديش المقاومة لاحد المقاومات 121 على ثلاث شو بتصير ارفع هاي فوق بتصير ميتان وعشرين على مية واحد وعشرين بس خليني اوضح هاي تمام هاي مية واحد وعشرين هيك اوكي فشو بتصير معك خلينا نحسبها ميتان وعشرين تقسيم مية واحد وعشرين ضرب ثلاث فبطلع معك التيار لكل مقاومة اللي هو خمسة فاصلة اربعة خمسة دوري امبير طبعا هذا الكلام يساوي اي وان ويساوي اي تو ويساوي اي ثري اذا لو بدك المقاومة الكلية عفوا لو بدك التيار الكلي بتجمعهم الثلاث بتطلع التيار في المدفأ كامل او بتعوض نفس المعادلة هاي التيار الكلي يساوي الجهد الكلية على المقاومة الكلية مش على مقاومة احد المقاومة صحيح نيجي على السؤال اللي بعده اذا وصلت المقاومات المدفأة على التوالي ايواش هنغير اللون لا وصلت على التوالي بدلا من التواجئ ثم وصلت بنفس المصدر يعني الجهد الكل للمدفأة ضل ميتين وعشرين بولت والمقاومة الكلية للمدفأة مادام صاروا توالي اذا باستخدم القانون ان في آر يعني ثلاثة في مية وواحد وعشرين على ثلاث هاي مع هاي بتروح تطلع مية وواحد وعشرين اوم هاي مقاومة الصبا وهاي جهدها فما مقدار القدرة المستهلكة في المدفأة عند التشغيل هون طلب مني القدرة لمين للمدفأة مش لأحد المقاومات هي في تربيع للمدفأة على آر لمين للمدفأة لاحظ اني انا هون لما عوضت القانون عوضت للمدفأة كاملة مش لأحد المقاومات وتساوي لقداش جهد المدفأة ميتين وعشرين ضرب ميتين وعشرين على المقاومة الكلية للمدفأة قداش مية وواحد وعشرين فبتطلع قداش 400 واط طيب هيك خلصت الفرع أو الجزء الأول من هذا السؤال ما أثر ذلك على التكلفة هلأ هون لاحظوا بما أن بما بما أن القدرة المستهلكة للمدفأ قلت فإن تكلفة التشغيل تقل أكيد مدام أنا قللت القدرة المستهلكة إذا تذكروا كانت للصوبة 3600 واط صارت 400 واط فمعدل الزمن للطاقة المستهلكة قل وبالتالي بتصير الصوبة تستهلك كمية طاقة أقل لذلك كتكلفة بدأت قل تكلفة تشغيلها رجع كمان قال لك وعلى الطاقة الناتجة أيضا وتقل الطاقة الناتجة من المدفأ يعني أنا الآن لما عملتهم على التوالي أين عمل القدرة المستهلكة قلت يعني استهلاكها للطاقة الكهربائية قل بس ما هو في المقابل هي لما تستهلك طاقة كهربائية وين بتروح فيها المدفأ ما هي بتحولها على شكل طاقة حرارية فما دام الطاقة الكهربائية المستهلكة قلت إذن الطاقة الحرارية الناتجة برضو بدها إيه شمالها اتقل فبالتالي ما تفكر أنه إذا خففت تكلفة تشغيل الصوبة أنت استفدت ما هي بطلة تعطيك حرارة بطلة تدفي رجع شو كمان قال لك وما أثر احتراق أحد المقاومات هلأ وعند احتراق أحد المقاومات يتوقف عمل المدفأ كامل ليش لأنهم موصولات على التوالي لما تكون موصولة على التوالي إذا واحدة من المقاومات فصلت كل المدفأ شمالها بتفصل طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ثلاث مصابيح متماثلة إذن R1 تساوي R2 تساوي R3 مقاومة كل منها R هيسميناها إيش R مع بطارية وصلت مع إيش بطارية القوة الدافعة إلها 12 ومقاومتها الداخلية مهملة بدو نسبة القدرة المنتجة في البطارية في الحالتين المصابيح موصولة على التوالي والتوازي باجي بقول القدرة المنتجة في حالة التوالي على القدرة المنتجة في حالة إيش التوازي شو قانون القدرة المنتجة آي في القوة الدافعة في حالة التوالي على آي في القوة الدافعة في حالة التوازي القوة الدافعة ما بتتغير سواء وصلت المقاومات توالي أو توازي فشو صفت معاك آي توالي على آي توازي بالمناسبة يا شباب هذا السؤال بس من هون وطالع إجا آخر سنة من أسئلة السنوات السابقة الآن باجي بقول الآن شو قانون التيار في الدارة الكهربائية اللي هي القوة الدافعة على آر في حالة التوالي القوة الدافعة على آر في حالة التوازي برضو القوة الدافعة شمالها بتروح شو بتصير آر التوازي على آر التوالي فبصير عندي القدرة المنتجة في حالة التوالي على القدرة المنتجة في حالة إيش التوازي شو تساوي لي في حالة المقاومات الموصولة على التوازي بنحسب المكافية آر على ثلاث وفي حالة المكافية الموصولة على التوالي بنحسبها ثلاثة في R ليش؟ لأن هالمقاومات متماثلة R مع R بتروح شو بطلع الجواب واحد على تسعة إذا نسبة قدرة المنتجة في حالة التوالي إلى القدرة المنتجة في حالة التوازي هي واحد على تسعة طيب نيجي الآن توصيل مصباحين الأماميين في السيارة مع البطارية إن كانت تواليا أم توازيا طبعا توازي رح تقول لي ليش؟ لأن هون جايلك مفسرا أهمية هذه الطريقة حتى إذا تعطل أحد المصباحين لا يؤثر على عمل الآخر إنت تخيل السيارة لضواو الأماميات لاثنين منصولات التوالي معناته إذا انحرقت لمبة ثانية بتفصل بس بما أنهم بس بما أنهم بعملوهم على التوازي لو انحرقت واحدة الثانية بتضل شغالة وهذا الهدف من توصيلهم على التوازي طيب نيجي على السؤال اللي بعده في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور أغلق المفتاح أس مدة خمس دقاق إذا كانت تيار ثلاثة أمبير احسب ما يلي أول شي بدي الطاقة الكهربائية التي تنتجها البطارية أو ممكن يقول لك بدي الشغل الذي تبذله البطارية ترى على فكرة الطاقة اللي بتنتجها ما هي جاية من الشغل اللي بتبذله البطارية فسواء قال لك بدي الطاقة انت بهلها منيح أو قال لك بدي الشغل أو قال لك بدي الشغل اللي بتبذله البطارية الثنتين نفس المعنى طيب باجي بقول شو قانون الطاقة يا شباب مش هي عبارة عن القدرة ضرب الزمن بس أنا هون بدي الطاقة اللي بتنتجها البطارية فبعوض القدرة اللي بتنتجها البطارية طيب ماشي طب القدرة شو قانونها مش I في V أو عفواً آسف مدام أنا بتكلم عن قوة دافعة I في E ضرب دلتتي طب I عندي لا باجي على طرف باجي بقول التيار هو عبارة عن القوة الدافعة على R زائد R ويساوي قديش القوة الدافعة 36 على R اللي هي عشرة زائد وR سمول اللي هي اثنين فبتصير 36 على 12 بطلع التيار قديش 3 أمبر برجع الآن هون ها أنا أخذ هذا اللون فبصير عندي التيار 3 القوة الدافعة 36 الزمن 5 في 60 بطلع عندي رقم كذجون بغض النظر قديش طيح آه لا بدي إياها عشان نستنتج النتيجة هاي والله صحيح بدي إياها لأنه هون ممكن نستنتج إشي مهمة كثير صراحة 3 ضرب 36 ضرب 5 ضرب 60 شو بتصير شو بتصير بتصير 32 ألف وأربعمائة جول طيح نيجي الآن على الفرع الثاني الحل باللون الأحمر بدي الطاقة التي تستهلكها كل مقاومة بنفس الفترة الزمنية هلأ الطاقة هي عبارة عن القدرة القدرة في الزمن هلأ القدرة هي آي تربيع في آر لأنني بتكلم عن مقاومة الآن فببلش فيهم نبلش في المقاومة الخارجية أول اللي هي العشرة أول التيار ثلاثة تربيع المقاومة الخارجية عشرة الزمن اللي هو خمسة في ستين شو بطلع عندك تسعة في ثلاث سبعة وعشرين خلينا نحسبها معلش تسعة ضرب عشرة ضرب ثلاثمية بطلع سبعة وعشرين ألف جول طيب بيدي الطاقة اللي استهلكتها مين هسا المقاومة الداخلية اللي هي عبارة عن ثلاث المقاومة الداخلية كم قيمتها اثنين في زمن التشغيل خمس دقائق شو بطلع عندك تسعة ضرب اثنين ضرب بطلع عندك خمس آلاف وأربعمائة جول ليش أنا بدي أحسبهم هلأ هاي القدرة المستهلكة أو الطاقة المستهلكة في الخارجية وهاي الطاقة اللي بتستهلكها المقاومة الداخلية لو جمعتهم لو جربت ايش تجمعهم جرب اجمع لي هذول الرقمين صفر صفر اربعة اثنين وثلاثين جول بطلع عندك الطاقة اللي أنتجتها مين البطارية حسب قانون حفظ الطاقة وهاي اللي اعتمدنا عليها عند اشتقاق معادلة الدارة البسيطة فدائما لما تحسب الطاقة اللي بتنتجها البطارية بتكون دائما مساوية لحاصل جمعة الطاقة اللي بتستهلكها المقاومات الخارجية والداخلية خلال نفس الفترة الزمنية بدون نوع التحولات الطاقة في البطارية وفي المقاومة اذا متذكرين في البطارية من كيميائية الى ايش كهربائية هذا وين في القوة الدافعة هلا عندك اذا متذكرين في المقاومة الخارجية والداخلية من كهربائية الى ايش حرارية او 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 هلا هو في البطارية بتشمل هاي وبتشمل هاي في تحول من كيميا لكهرباء من طاقة كيميائية لطاقة كهربائية بفعل القوة الدافعة وفي تحول داخل البطارية من كهربائية الى حرارية بفعل المقاومة الداخلية اما المقاومات الخارجية فقط من كهربائية الى حرارية طيب نيجي على السؤال اللي بعده يتسبب فرق الجهد بين الغيمة وسطح الارض مقدارها القد هذا فرق الجهد هذا ايش فرق الجهد في حدوث البرق فينشأ تيار هل قد قيمته يستمر لمدة هذا الزمن لتفريغ الشحنة في الارض بده مقدار الطاقة الكهربائية المنقولة خلال هذا التفريغ الطاقة شو تساوي يا جماعة القدرة في الزمن طب القدرة شهية ما هي اي في في ضرب الزمن شو بصير عندي الطاقة تساوي التيار ثلاثين كيلو أمبير يعني بعمل ثلاثين في عشر قوة ثلاث أمبير فرق الجهد واحد ونص في عشر قوة عشر فولت الزمن ثلاثين مايكرو سكند ثلاثين في عشر قوة سالب ستة بتصير وبطلع عندك الجواب بالجول طيح نشوف السؤال اللي بعده يتصل مصباح كهربائي مع مصدر فرق جهد هالقد فيسري فيه تيار مقداره هالقد احسب القدرة المستهلكة القدرة هي عبارة عن آي في في تعويض مباشر واحد وثمانية ضرب اطناعش بطلع كذا واط احسب التيار في كل من الأجهزة هلأ هنا قاعد بدي ورجيك تلاعبات التيار يعني مثلا أنا بدي قيمة التيار كل مرة بحسبه حسب المعطيات هون معطيني قدرة ومعطيني فرق جهد فباجي بقول مش القدرة تساوي آي في في منها القدرة قديش واحد ونص في عشر قوة ثلاث لأنها هاي بالكيلو واط لازم احولها للوط يساوي التيار فيه فرق الجهد ميتين وعشرين على ميتين وعشرين على ميتين وعشرين بطلع عندي التيار يساوي واحد ونص على ميتين وعشرين في عشر قوة ثلاثة أمبير هاي أول حالي قسمها على آل الحال الحالي الثانية معطيك آر ومعطيك فرق الجهد التيار شو يساوي فرق الجهد على المقاومة ميتين واربعين على ثمانية واربعين وبطلع كذا أمبير إذن بقدر أوجد التيار بأكثر من طريقة ممكن من خلال قوانين القدرة ممكن من خلال فرق الجهد والمقاومة حسب المعطيات اللي بعطيك إياها السؤال فرن كهرباء يعمل بفرق جهد ميتين واربعين بولت ومقاومة عنصر التسخين إلو آر إذا عمل لمدة ثمانية واربعين دقيقة اللي هي لحد ما خلصت الطبخة التيار الكهرباء الذي يسري في عنصر التسخين التيار شو قانونه مدام ما أعطيك جهد ومقاومة بأجي بقوله في على آر ويساوي لي ميتين واربعين على ثلاثين فبطلع قديش ثمانية أمبير بدي القدرة الكهربائية للفرن القدرة شو قانونها آيفي في ويساوي لي التيار عندي ثمانية وفرق الجهد ميتين واربعين صفر نين وثلاثين ستعاش تسعطعش وحدتها إيش وط بدي الطاقة الكهربائية المتحولة إلى حرارة خلال الطهي باجي بقول الطاقة ما هي تساوي القدرة في الزمن القدرة قديش الف وتسعمية وعشرين الزمن ثمانية وأربعين في ستين بيطلع عندك كذا جول كيف تتغير النتائج السابقة جميعها في حال وصل الفرن مع مصدر فرق جهد قديش مية وعشرين فول ترجع بتعيد السؤال كامل شوف كيف هلا هو المقاومة قديش قال لك ثلاثين أم تمام أول إشي التيار بده تصير في على آر ما هو بده تصير مية وعشرين على ثلاثين بتصير التيار أربعة أمبير هاي واح القدرة ما هي بتصير آي في في يعني أربعة في مية وعشرين بتصير اثنائش أربع عشرين ثمانية وأربعين وقدامها صفر واط قلة القدرة تاعته الطاقة هي عبارة عن القدرة في الزمن يعني أربعمية وثمانين ضرب الزمن ثمانية وأربعين في ستين وبطلع عندك كده جول لاحظ التيار بتغير القدرة بتتغير الإشي الوحيد اللي بيظل ثابت مثل ما قلتلك هي المقاومة هاي هي الصفة الوحيدة اللي بتظل الفرن ثابت طيح نيجي على السؤال اللي بعده تتكون دارة كهربائية من بطارية ومقاومة كما في الشكل عندما كان المفتاح مفتوحا كانت قراءة الفولت ميتر اثناشر دقيقة مدام المفتاح مفتوح قراءة الفولت ميتر اثناشر اذا في هاي الحالة بيكون له جهد البطارية يساوي القوة الدافعة فبس تنتج انه هون القوة الدافعة قديش اثناشر فولت لانه القوة الدافعة هي نفسها جهد البطارية اذا كان المفتاح مفتوح يعني التيار صفر وعند غلق المفتاح اصبحت عشرة فولت ايواش هون صارت جهد البطارية 10 فولت بس مش نفسه القوة الدافعة يعني صار عندي معطيات السؤال القوة الدافعة 12 فولت جهد البطارية بعد غلق المفتاح 10 فولت اول مطلوب بدي قراءة الاميتر والمفتاح مغلق شو يعني قراءة الاميتر يعني بده قيمة التيار يا جماعة بده قيمة التيار علما بان هالمقاومة الداخلية قديش نص باجي على طول شو بقوله هلأ جهد البطارية مش يساوي القوة الدافعة ناقص VR طيب ماشي هاي عشرة تساوي 12 ناقص VR نقول لي هاي هون ونقول لي هاي هون تطلع VR تساوي 2 فولت طيب تمام VR مش قانونها IVR هاي قديش طلعناها 2 تساوي التيار في نص بقسم الطرفين على نص على نص هاي مع هاي بتروح بتصير قيمة التيار قديش 2 على نص 4 امبير هاي خلصتها الفرقة الثانية شو بده مقدار المقاومة اللي فوق مدام عندي التيار خليني احل بلون ثاني مدام عندي التيار مش هو عبارة عن القوة الدافعة على R زائد R سمول تيار 4 القوة الدافعة 11 على R زائد R سمول قديش نص تيجي بتضرب ضرب ايش تبادلي شو بتصير عندك 12 تساوي 4R زائد 4 في نص 2 ناقص 2 ناقص 2 بتصير 10 تساوي 4R على 4 على 4 بتصير R تساوي 2.5 ام طيب نيجي على السؤال اللي بعده سيارة كهربائية موصولة مع شاحن قدرتها القد اعطاني القدرة 62 ونص كيلو واط تمام بسلك طوله L تساوي 6 متر ومساحة مقطعه A تساوي 25 بس بدها تحويل هاي بتصير 10 قوة ناقص 6 متر مربع يسري فيه تيار مقداره 125 امبار اذا استغرقت عملية الشحن دلتا تي 30 دقيقة هاي 30 يعني بتقدر تقول نص ساعة احسب اول شي بدي كمية الشحن التي انتقلت عبر السلك خلال هذه المدة شوف كمية الشحن عشان اطلعها اللي هي دلتا كيو معناها تبدك اطلع التيار اول طب عشان اطلع التيار هاي موجودة عندك فباجي بقول اي تساوي دلتا كيو على دلتا تي يعني 125 تساوي دلتا كيو على خلال هذه المدة اللي هي 30 دقيقة ب60 ثانية تضرب لياها ضرب تبادل بتطلع دلتا كيو تساوي 125 في 18 وصفرين وبطلع كذا كولوم طيب بعدها بدي فرق الجهد بين طرفي الشاحن لا تنسى معاك القدرة ومعاك التيار باجي بقول مش القدرة تساوي اي في في تمام بس هون اذا عوضت التيار في الامبير هاي لازم اتعامل معها في النظام الدولي فشو بتصير هون 62 1500 واط هيك معناها فباجي بقول 62 1500 واط تساوي التيار 125 في V على 125 على 125 هاي بتروح تطلع معاك V تساوي لكذا فولت بدي الشغل الكهربائي الذي بدله الشاحن على بطارية السيارة لا تنسى الشغل الكهربائي يعني الطاقة الكهربائية طب الطاقة شو تساوي لي مش القدرة ضرب الزمن هون قدامك خيارين يا بتخلي هاي بوحدة الكيلووط وبتعوض هون بالساعة وبتطلع معاك قديش في هاي الحالة واحد وثلاثين وربع وحدتها كيلووط في اور او بتقدر تقول ايه تساوي القدرة في الزمن لكن هون بتعوضها 62500 ضرب 500 هاي ضرب الزمن ده بتعوضه في الثواني اللي هي قديش قلنا 30 دقيقة في 60 ثانية وبتطلع كذا وشو بتكون وحدتها جول طيب بدي تكلفة الشحن اذا كان سعر الواحد اه هاي بتتعديل شباب فطأ طبع اذا كان سعر الواحد كيلووط خلينا نقول يساوي هنقول اه 12 جدي يعني كل واحد كيلووط في اول قديش قيمته 12 كيلووط فباجي على هاي بقول التكلفة تساوي الطاقة في السعر ويساوي الطاقة 31 وربع السعر 15 او 12 قرش احنا حطينا فبطلع كذا جي دي طيب نيجي عالسؤال اللي بعده طب العاد فرق الجهد ما طلب المقاومة ولا المقاومة لعدش اعطاك طول السلك طه تابع عليك هون السؤال بيقولك ارغب بتصميم مدفأ كهربائية القدرة تاعتها الف واط تعمل بفرق جهد هي فرق الجهد وهي القدرة وعنصر التسخيم من مادة النيكروم يعني رو بتجيبها من الجدول هاي واحد نصف في عشر قوة سالة بستة اوم في متر ما المواصفات الهندسية للسلك اول اشان تفهم شو يعني مواصفات هندسية يعني قديش طول السلك قديش مساحة مقطع العربي اول اشي بعمل بطلع المقاومة من القدرة وفرق الجهود باجي بقول مش القدرة تساوي لي في تربيع على ار منها بطلع ار تساوي في تربيع على القدرة يعني ميتان واربعين في ميتان واربعين على الف شو بتطلع معك هيك ميتان واربعين في ميتان واربعين تقسيم الف بتطلع سبعة وخمسين فاصلة ستة اوم هيك انا طلعت المقاومة هلأ من هاي المقاومة باجي بقول ار مش تساوي لي رو في ال على ايه يعني ال على ايه شو تساوي لي ار على رو وتساوي لي سبعة وخمسين فاصلة ستة على رو لي واحد ونص في عشر قوة سالب ستة فشو بصير معاك تقسيم واحد ونص بطلع ثمانية وثلاثين فاصلة اربعة في عشر قوة ستة هلأ هاي اللي طلعتها الشيهي انا يا شباب هاي اللي طلعتها اللي هي طول ه على مساحته هلأ هون انت بتقدر تلعب فيها زي ما بده بتقدر تقول مثلا خلي المساحة متر مربع والطول هالقد بتقدر تزيد هاي وتقلل هاي فبتقدر تتلعب حيث انه طوله على مساحته تطلع هاي القيمة طيب مصباحا يتصلان مع مصدري جهد متماثلين يعني جهدهم متساوي قدرة الاول اول اشي جهد الاول يساوي جهد الثاني قدرة الاول ثلاث امثال قدرة الثاني بدي توجد لي نسبة التيار الاول الى الثاني تم كالعادة بتروع على امثلة النسب بدي نسبة التيار الاول الى الثاني بدي قانون للتيار يجمع لي هذول باجي برجع براجع معادلات القدرة مش أنا عندي القدرة تساوي I في V إذن I شو بتطلع القدرة على V فباجي هون برجع مرة ثانية بقول I1 هي عبارة عن P1 على V1 على P2 على V2 هلأ V مع V بتروح شو بتصف معك قدرة الأول على قدرة الثانية هو قيل لك قدرة الأول ثلاث أمثال قدرة الثانية على قدرة الثانية فبطلع الجواب قديش ثلاث أو ثلاث إلى واحد تساوي I1 إلى I2 رجع قل لك بدي نسبة مقاومة الأول إلى الثاني برجع عن نفس المعادلة طبعا على أتبار أني ما حليت التيار مع أنه وجود التيار بسهل لك لأنه التيار عكس المقاومات بس بدي أحله وكأنه التيار مش عندي زي كأني برجع لنص السؤال الأصلي هاي الحالة بدي قانون للمقاومة يعني هو بديه R1 إلى R2 فبدي قانون للمقاومة يتناسب مع هاي الموطيات مش إحنا عنا القدرة تساوي V تربيع على R إذن R تساوي V تربيع على القدرة فباجي بستخدم هاي هون بتصير عندك V1 تربيع على R على P1 الكل على V2 تربيع على P2 V مع V بتروح وكونها P القدرة في المقام بتصير P2 على P1 وتساوي R1 على R2 تساوي خلي P2 مثل ما هي محل P1 شو بعوض ثلاث P2 هاي مع هاي بتروح شو بتطلع ثلث إذن R1 على R2 شو تساوي لي واحد على ثلاث الروع اللي بعديها احسب تكلفة تشغيل مدفعة قدرتها هالقد مدة هالقد إذا كان سعر الواحد كيلو وط هالقد على طول هذا مباشر التكلفة تساوي القدرة عفوا الطاقة في الزمن بس أنا ما عندي طاقة فباجي بقول القدرة دقيقة دقيقة بلشنا إيش نستعجل الطاقة في السعر هلا الطاقة مش عندي فبضرب القدرة في الزمن هيك بطلع الطاقة وبضربها بالسعر بس لا تنسى هاي القدرة وط إذن هاي بتطلع 2.8 كيلو وط فشو بتصير 2.8 زمن التشغيل 90 ساعة سعر الكيلو وط 15 جرش وبطلع عندك كده جي دي ثاني نيجي على السؤال اللي بعده بيقول لك هون في ثلاث مقاومات متماثلة احسب مقدار التيار المار بكل من بكل مقاومة هلا هون هذا التيار كان واحد واثنين بالعشرة وكون هالمقاومات متماثلة إذن حيتوزع عليها بالتساوي وبالتالي قيمة اللي هون نفس اللي هون نفس اللي هون اللي هو عبارة عن I2 بدأت تكون نفسها التيار الكل مقسوم على ثلاث لأنه بدي توزع على الثلاث فقداش بطلع معك واحد واثنين على ثلاث شو بطلع أربعة بالعشرة أمبير طيب إذا احترقت المقاومة الثانية إذا هاي احترقت فكم تصبح قيمة كلهم من I1 و I2 يعني الرئيسي والفرعي شوف إحنا قلنا احتراق احتراق R2 لا يؤثر على عمل R1 و R3 إذن I2 بدو يضل قديش أربعة بالعشرة أمبير واللي هو نفسه I3 هدول ما بتغير لما هاي تنحرك هاي شغلها ما بتغير وهاي شغلها ما بتغير يعني إذا كانوا مصابيح مثلاً بتضل الإضاءة نفسها لا بتزيد ولا بتقل بيجي واحد يقول لك طب كيف ما بتغير ما هي هاي انحركت أوكي احتراق هاي بيغيرلي اللي هون وبالتالي I1 بصير عبارة عن I2 زائد I3 فقط وبالتالي يساوي أربعة بالعشرة زائد أربعة بالعشرة بصير ثمانية بالعشرة هون كثير من الطلاب بيخربط بأكس المفهوم حبايبي هاي زي موضوع ساعة الكهرباء اللي بالبيت اتخيل معاي هاي ساعة كهرباء وهاي الأجهزة اللي انت بتشغلها منطقيا كل ما زاد عدد الأجهزة الشغالة في البيت ما هو البيت توازي كل ما زاد عدد الأجهزة الشغالة في البيت انت بتصير تسحب كهرباء أو تيار أكبر من الساعة قلل عدد الأجهزة اللي في البيت التيار اللي ما يسحوب من الساعة بقل وبالتالي اختلاف عددهم ما بيغير عملها دول يعني انا عندي ضو ضاوي اذا ضويت الضو الثاني شو بتصير بالضو الأولاني ولا ايش طب عندي ضو ضاوي رح اتشغلت التلفزيون شو بيأثر على الضو ولا ايش دايما في حالة التوصيل على التوازي عمل الأجهزة ما بيأثر على الآخر يعني هون مثلا ماشي تيار أربعة بالعشر أمبير سواء هاي موجودة ولا لغيتها هاي موجودة ولا لغيتها هاي بيضل أربعة بالعشر لكن مين اللي بتغير التيار المسحوب من المصدر بدل ما يسحب تيار لثلاث مقاومات كل واحد أربعة بالعشرة بتصير تسحب تيار لكم مقاومة لثنتين وبالتالي اللي بتغير مين التيار اللي هون مش التيارات اللي هون هاي انت بهلها منيح ودائما تخيلها قلت لك زي الكهرباء اللي بالبيت كل ما شغلت عدد أجهزة أكبر بالبيت كل ما التيار المسحوب من ساعة الكهرباء اللي هي المصدر كان أكبر وكل ما قللت عدد أجهزة اللي في البيت كل ما كانت التيار المسحوب من ساعة أقل خلاصة الكلام مين اللي بتغير اللي بتغير هاض اللي هو التيار اللي بتسحبه من الساعة مش التيار اللي بمر بالجهاز عندك تلفزيون شغال ضويت لمبة على شغل التلفزيون ما بيأثر عليه ما بيأثر عليه طيب بني اجي على السؤال هذا هذا السؤال معطيك بطارية مقاومة اذا كانت قيمة التيار المار بالدارة ثلاثة امبر اول شي بدي احسب القوة الدافعة هذا مباشر على الدارة البسيطة القوة الدافعة على ار زائد ار التيار كم قيمته قايل لك ثلاث القوة الدافعة مجهولة المقاومات الخارجية ستة والداخلية والداخلية اثنين فبتصير عندك اضرب تبادلي بتصير عندك القوة الدافعة تساوي اثنين وستة ثمانية في ثلاث اربعة وعشرين بولت طيب نجي على المهم بدي مقدار المقاومة لازم توصيلها مع مين مع الستة اوم لتصبح قيمة التيار قديش ستة وما نوع توصيلها يعني بدي اضيف على الدارة مقاومة قيمتها مجهولة انا بدي اوجدها بحيث لما اضيف هاي المقاومة مع الستة اوم تصير قيمة التيار كم ستة ليش هي كم كانت كانت ثلاث وبعد ما ضفت المقاومة قديش بدي اياها تصير ستة انتبه معاي بما انه التيار زاد التيار زاد كان ثلاث وقدش صار ستة طب هو تيار ما دام زاد من هون هيها المعادلة مدام التيار زاد هذا يعني انه المقاومة للدارة تقل قاعد كيف هذا زاد معناته المقاومة طب بيجي واحد يقول لك كيف زاد كيف المقاومة للدارة بدها تقل وانت بدك تضيف مقاومة عادي لانه هذا الكلام بصير اذا وصلتهم على التوازي في حال توصيل المقاومات على التوازي فعلا كل ما ضفت مقاومة المقاومة الكلية بتصغر والتيار بزيد وهذا اللي صار عندي لذلك هاي كيف بدو صير شكل هالدارة بدها تصير زي هيك تطلع هاي ستة اوم وهاي اثنين اوم وهاي اربعة وعشرين فولت احنا طلعناها القوة الدافعة بتضيف المقاومة هون توصلها على التوازي مع مين مع ستة اوم وبسميها هاي مقاومة الدارة الخارجية شو بصير عندي الان باجي بقول التيار يساوي القوة الدافع على مقاومة الدارة زائد المقاومة الداخلية التيار صار ستة اربعة وعشرين على مقاومة الدارة زائد المقاومة الداخلية اثنين اضرب تبادلي ستة ار زائد اتناعش يساوي اربعة وعشرين ناقص 12 ناقص 12 بتصير 6R تساوي 12 على 6 على 6 بتصير R شو تساوي ل2 اوم لكن هاي مش المقاومة اللي ضفتها هاي مقاومة الدارة اللي انا طلعتها طيب المقاومة اللي ضفتها قدادة تكون قيمتها باجي بقول 1 على R للدارة لانهم توازي تساوي 1 على R المجهولة زايد 1 على 6 مش هذول توازي المقاومة اللي انا طلعتها اللي هي مقاومة الدارة طلعت 2 هي مكافئة هذول الثنتين فبتصير 1 على 2 وجيب لي الواحد على 6 هون تساوي 1 على R تضرب لي هاي في 3 في 3 شو بتصير عندك 3 ماقص 1 2 على 6 تساوي 1 على R فيها 1 فيها 1 بتصير 1 على 3 تساوي 1 على R يعني R شو بتطلع هيك شباب 3 اوم طيب نيجي علي بعدي بس هون اعتقد في خطة طباعة بدنا نعدله لذلك بدي اعمل لك يا باللون الاسود بدي مقدار المقاومة لازم توصيلها مع المقاومة 6 اوم لتصبح قراءة التيار اثنين امبير هاي اثنين اثنين امبير هاي بدال هاي تمام شوف هون شو صار هو التيار اصلا لو ترجع لفوق التيار اصلا قديش كان ثلاثة امبير بيقول لك نفس الشي بدينا نضيف مقاومة مع الستة اوم بحيث لما نضيفها قديش تصير قيمة التيار اثنين امبير كان ثلاث وصار اثنين انتبه فبترجع بتقول بما ان التيار قلة كان ثلاث وصار اثنين اذا مقاومة الدارة شو صار فيها زادت مدام مقاومة الدارة زادت اذا التوصيل شو بدي يكون هون توالي يعني لو بدك تيجي ترسم الدارة هيك رح ترسمها هاي الستة اوم وبتشبك معها مقاومة على التوالي وهي الداخلية وهي القوة الدافعة الان بتبليش بتقول مش التيار يساوي القوة الدافعة على r للدارة زاد r small letter التيار قديش تصار عندي اثنين القوة الدافعة 24 على r للدارة زاد اثنين تضرب تبادلي بتصير اثنين r للدارة زاد اربعة يساوي 24 ناقص اربعة ناقص اربعة بتصير 2R للدارة تساوي 20 على 2 على 2 بتصير مقاومة الدارة 10 اوم بس لا تمسى هاي مش المقاومة اللي ضفتها هاي مقاومة الدارة كاملة الخارجية طبعا فباجي بقول هسا مقاومة الدارة في التوالي بسيطة اللي هي R زائد 6 هاي قديش قلنا قيمتها 10 تساوي R زائد 6 فبتطلع R قديش قيمتها 4 اوم طيب نيجي على السؤال اللي بعدي مقاومتان مختلفتان مكافئتهم على التوالي 9 اوم يعني بقول R1 زائد R2 يساوي 9 ومنها بقدر اقول R1 تساوي 9 ناقص R2 هاي طلعتها من مكافئتهم على التوازي ومكافئتهم على التوازي 2 اوم يعني 1 على 2 يساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 طيب هلا عوض لهاي هون بتصير R1 كم قيمتها 9 ناقص 9 ناقص R2 هذول وين على الجهة الثانية عشان نكون معادلة تربيعية ناقص 9 R2 زائد 18 ويساوي ل 0 حللها هاي R2 وهي R2 بدي عددين حاصر ضربهم 18 وجمعهم سالب 9 اللي هما سالب 6 وسالب 3 اذا R2 طلعوا قدامها حلين يا اما 6 اوم يا اما 3 اوم من معادلة 1 اذا كانت R2 6 اذا R1 3 اوم اذا كانت R2 3 اذا R1 6 اوم هذا السؤال يمكن الرياضي اكثر مما هو ايش فيزياء نيجي على السؤال اللي بعده مجموعة من المقاومات المتماثلة مكافئتهم على التوالي ميض ضعف مكافئتهم على التوازي يعني مكافئة التوالي تساوي 100 ضعف مكافئة مين التوازي وقف الان التوالي مكافئتهم 3R عفوا منحسبها من المعادلة N في R ومكافئة التوازي هي عبارة عن R على N عوض لي هاي وهاي هون ترى فكرة السؤال كلها اني اقدر اترجم هاي مكافئتهم على التوالي 100 ضعف التوازي محل التوالي هسا بعوض N في R تساوي 100 في محل التوازي R على N هاي مع هاي بتروح اضرب لي اياها تبادلي بتصير N تربيع تساوي 100 بتعمل جدر للطرفين بتصير N شو تساوي لي 10 مقاومات هيك انا بكون طلعت عددهم طيب نروح على اللي بعده طيب نيجي على السؤال اللي بعده استخدم المتغيرات معتمدا على بيانات الدارة المبينة في الشكل جد اول اشي بدي التيار المار في الثلاثة اوم صراحة هون في خربطة شوية اول اشي هاي هذا السؤال مش لهاي الدارة هذا السؤال لهاي الدارة هاي شايفين بدي التيار لمار هون هذا المطلوب الاول طيب لا ثلاثة امبير هذا التيار اللي طلع من البطارية هون يتفرع على كم تيار لثلاث تيارات اذا هذا نص هذول الثلاث توازي يعني مجموع هون يساوي ثلاث اذا هذا نص وهذا واحد ونص هون بدي اسمي انا مثلا اي ثري فباجي بقول اي اللي هو التيار الكل اللي هو ثلاث امبير يساوي لنص زائد واحد ونص زائد اي ثري فبطلع عندي ثلاث يساوي اثنين زائد اي ثري فبطلع اي ثري شو يساوي لي واحد امبير هذا حل الفرع الاول هي طيب بعدين بدي قيم المقاومات الثلاث لا تنسى هذول الثلاث توازي مدام هم توازي في ون يساوي في تو ويساوي في ثري ويساوي الجهد الكل اللي اللي هو كم قيمته 12 فولت لانو المقاومة الداخلية مهملة وبناء عليه مدام عندي في مش انا عندي اصلا في يساوي لي اي في ار منها بقدر اقول ار تساوي في على اي وببلش ار ون اللي هي عبارة عن في ون 12 على اي ون اللي هي نص فبتطلع 24 اوم بروع على ار 2 في 2 على قديش اي 2 واحد ونص فبتطلع 8 اوم بروع على ار 3 اللي هي 12 على قديش كل واحدة على فكرة بتقدر تطلع هاي با وهي الف وجيم بتقدر تطلع ها بطريقتين بتقدر تقول المقاومة الكلية هي عبارة عن الجهد الكل على التيار الكل يعني 12 على 3 لانه التيار الكل قديش قيمته فبطلع عندي اربعهم هاي طريقة او تقدر تحل بطريقة ثانية كيف تحسب مكافئتهم واحد على R تساوي واحد على R1 قديش قيمتها 24 زائد واحد على ثمانية زائد واحد على 12 ترى هيك بصير وهيك بصير وفي الاخر بديطلع نفس الجواب طيب نيجي على السؤال اللي بعده للحصول على فرق جهد مناسب من بطارية ذات فرق جهد كبير توصل معها مجموعة مقاومات كما في الشكل المجاور هلأ هون رجعني لمين للسؤال هذا للرسم هاي للأسف يعني شوية خربطة تمام ما اللي اللي هي أربعة 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 بولت 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 ولو جماعة بديطلع 36 بولت طيب نروح نشوف السؤال اللي بعده تكون ونص ونص إذن هاي بطلع جوابها 2 أول نيجي على هاي الرسم لهذا السؤال عندما تكون قراءة البولت ميتر في الدار المبين في الشكل 9 بولت أي جهد المقاومة وعلى فكرة بقدر أعتبره جهد البطارية كونه ما فيه غيرها وقراءة الأميتر تيار فإن المقاومة الداخلية للبطارية على طول باجي بقول نعطيك في الساش القوة الدافعة كم 12 بقدر أقول جهد البطارية مش يساوي للقوة الدافعة ناقص في أر منها جهد البطارية اللي هو 9 يساوي لي قوة الدافعة 12 ناقص في أر إذن في أر شو بتطلع هيك ثلاثة فولت بعد ما طلعت في أر مش في أر تساوي لي آي في أر يعني ثلاثة تساوي التيار بدي يا لا التيار ما طيك يا واحد ونص التيار واحد ونص في أر على واحد ونص على واحد ونص بطلع عندك أر سمول تساوي 2 أوم أر سمول تساوي 2 أوم طيح نجعل بعدها بطارية القوة الدافعة تبعتها 9 أوم خنغير اللون عشان نميز إي تساوي 9 أوم والمقاومة الداخلية 2.5 أوم ما مقدار المقاومة التي توصل مع البطارية حتى تكون القدرة المستهلكة في البطارية القدرة المستهلكة آه انتبه القدرة المستهلكة في البطارية كلمة المستهلكة معناته بحكي عن القدرة المستهلكة في المقاومة الداخلية قديش 2.7 بالعشرة وط باجي بقول من عند القدرة المستهلكة هاي معناتها i تربيع في r سمول يعني 2.7 تساوي لي i تربيع بدي إياها في r سمول موجودة 2.5 على 2.5 على 2.5 فبطلع عندك التيار قديش هي قيمته 27 على 25 خلي 27 ماللا ما بتطلع هاتخ نشوف كيف بتطلع هاي 27 تقسيم 25 واحد وثمانية في المية اعمل لها جدر يا سيدي هي بتطلع هاي i تربيع تساوي واحد وثمانية في المية اعمل لها جدر للطرفين بطلع التيار قديش تقريبا 1.4% امبر تمام هلا هو بقول لك قديش قيمة المقاومة انا طلعت التيار وعندي القوة الدافعة وعندي المقاومة الداخلية باجي بقول مش التيار يساوي القوة الدافعة على المقامة الخارجية زائد الداخلية 1.4% يساوي القوة الدافعة 9 واظبوط 9 على R زائد R small اللي هي قديش R small 2.5 موجودة اللي هي 2.5 نجي نضرب تبادلي شو بتصير 9 تساوي 1.4% R زائد ضرب 2.5 تطلع 2.6 بالعشرة تمام 2.5 تطلع هيا هلأ ناقص 2.6 ناقص 2.6 بتصير 9 شيل منها 2 7 يعني بتصير 6 4 تساوي 1 4 بالمية R بتقسم 1 4 بالمية على 1 1 بالمية بتطلع معك R تساوي كذا Ohm Ohm هو عبارة عن القوة الدافعة على R زائد R هلأ هون المقاومة الداخلية مهملها فبتصير معاك 12 على 9 يعني 4 على 3 أمبير نيجي على الدارة الثانية المقاومة المكافئة هي عبارة عن 1 على 3 زائد 1 على 6 بتوحد مقاماتها بتصير 3 على 6 يعني 1 على 2 دير بالك هاي 1 على R تساوي 1 على 2 إذن R شو بتطلع هيك 2 أم بعديها بتقول التيار يساوي القوة الدافعة على R زائد R هاي مهملة الآن التيار يساوي القوة الدافعة برضو 12 على المقاومات 2 بتطلع 6 أمبير أضح لينا زيه كثيرة أعتقد طيب هاي نعم هي كمية أسئلة كثيرة بس بصراحة فيها أمتري فيها أفكار حلوة راجعها كررها حلها بإيدك درب عليها مش غلط لو تكررها أكثر من المرة يعطيكم العافية ونشوفكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر